موسيقى سنرى مع بعض افكار على ديناستي اللي في شابتر ثري ثانية سانوية في المعاصر في سؤال نمبر فورتين اللي هو في تشوزز يقول لي ديناستيقى ديناستيقى نحن نعرف ان الويت هو عبارة عن ملتبلاي الجرافيتشنال طبعا الجرافيتشنال مش هي تبقى المشكلة بالنسبالي المشكلة بالنسبالي هو الماس الماس انا عارف ان هو عبارة عن ديناستي ملتبلاي اللي يابن نسميها في او ال نفتكر كده من رول الدينستي كان نقول ان الدينستي هي عبارة عن ماس اوفر يبقى معنى كده ان الماس هيبقى ديناستي ملتبلاي الفوليوم بتاع الكيوب انا عارف ان هو سايد بار ثو سايد بار ثري يبقى كده الماس هنقدر نقول ان هو الدينستي في الفوليوم اللي هو السايد لانجس باور ثري لانه ده تكيوب طب حلو جدا مسألتي هو امديني الويت بتاع كيوب وعايز الويت بتاع التاني فممكن عشان خاطر نحلها بسرعة نعمل ريشيو نجيب الريشيو ما بين الويت بتاع كيوب التاني لانجس باور ثري لانجس باور ثري ده يبقى هتروح لانه هم اكيد اكيوب لو جينا عملنا سايد لانجس باور ثري السايد لانجس بتاع الثالث التاني هو عبارة عن اظهر لانجس باور ثري يبقى دوتก يكون ده يبقى اكس باور ثري اوور الاولين اللي هو اكس باور ثري كاللي فوق طبعا القديم ثري هتعماله ديستريبيوشن ويبقى عندي إيكس باور ثري اوور اكس باور ثري يبقى دوتها هيبع Een فقط Najس باغ мел closed سايد لانا Volks يبقى وانجس باور ثري هتبقى云ون الغوح trat ممو ח od فهو كده الانسار بتاعي هيكون 8 is the relative density of ice is 0.91 فطبعا ما ذا عندي relative density أقل طول آخر أقضر أقضر الدينستي نفسها يبقى الدينستي بتاع هتبقى equal 0.91 وبنعمل multiply الي 1000 اللي هي الدينستي بتاعة الوتر يبقى كده يمكنك اجيب الدينستي بتاع الاس اللي هي هتبقى 910 كيلو جرام بير ميتر كيو بيقول لي What will be the decrease in volume when 50 جرام of ice melt هو ال 50 جرام دول يبقى كده ده الماس بتاعهم مش هيتغيرو سواء هي كانت ice او water لان الماس كنزرفيتف يعني هو ما بيتغيرش مش هيزيد منه حتا ويقول لي حتا غير لو انا شلت او حطيت فيبقى الماس بتاعه هيكون 50 جرام طبع عشان خطر نحولها لكيلو جرام هنعمل multiply 10 per negative 3 فديك كده هتبقى equal 0.05 كيلو جرام طالب مني بيقول لي What will be the decrease in volume لما هو يبقى melt او يحصل له melting فيبقى معنى ان هو ان الايس يحصل له melting يبقى هو هيتحول له water والدينيسي بتاعته الwater الجديدة هي 1000 كيلو جرام بير ميتر كيوب دي احنا عارفنا طب حلو جدا change اللي هيحصل في ال volume او decrease اللي هيحصل في ال volume احنا بنسميه delta V يعني هو ال volume الجديد minus ال volume القديم وهيطلع طبعا بال negative لان هو decrease او ان ال volume الجديد بيكون اصغر من ال volume القديم طيب ال volume بتاعي لو نفتكر برضو من الرول بتاع ال dynasty انا عارف ان ال dynasty عبارة عن mass over volume لو شقلبنا يعني هطلع volume فوق ونزل ال dynasty تحت يبقى كده ال volume هيبقى عبارة عن mass over dynasty يبقى انا ممكن في الاكوشن بتاعتي افق هتبقى ادية mass over dynasty بتاع ال water minus mass over dynasty of ice الماس ممكن يتخذ common factor ونعمل بي substitute اللي هو 0.05 1 over dynasty بتاع ال water اللي هي 1000 minus 1 over dynasty of ice اللي هي 910 لو حسبناها هتطلع negative 4.945 times 10 power negative 6 ودي كده meter cube الحقيقة ان الانسر كله طالع بالcentimeter cube فعشان نحاول من meter cube لcentimeter cube انا هكتبها كده تحت من meter لcentimeter بنعمل multiply temperature 2 فهيبقى من meter cube لcentimeter cube هنعمل برضو multiply temperature 2 بس هنعمل لها power 3 كمان عشان خطر هم عندي 3 متر او meter cube يبقى 10 power 6 يبقى الانسر ده وطلع عملتو multiply 10 power 6 فهيطلع بالنسبة لي negative 4.945 approximate هيبقى negative 4.9 كده سنتيميتر cube طب هي اللي طالع معي negative عشان انا قلتو ده decreasing فهو يبقى لل negative هو بالنسبة لي هو كاتب كلمة decrease in volume يبقى هوا كأنه حاطت هو negative يبقى انا هحط الانسر من غير negative بداعتي لو كان كده تتشانج وخلاص يبقى كان لازم الانسر يكون negative when equal volumes of two substance are maxed يعني كده قبل اي حاجة انا عندي equal volumes يبقى كده الvolume بتاع السبستانت الاولاني equal الvolume بتاع السبستانت التاني ولما يعمل لهم مكسنج يبقى كده المكسنج بتاعهم المفروض يبقى 2V the relative density of the mixture become four يبقى الـ the relative بتاع المكسنج هتبقى equal four بعد كده الكيس التانية بيقول لي when equal weights فهم هيكونوا equal masses لاننا نعرف ان الweight هو عبارة عن mg فمش هتفرق يبقى الماسس هتكون equal ان الweight هو equal وفي substance are maxed يبقى ال relative density بتاع المكسنج هتبقى equal three طلب بيقول لي لو الفوليوم بتاع السبستانت لا تغير بعد المكسنج وده شرطه مهم جدا ولو ما تقلش يبقى هو متحقق يبقى معنى كده ان الفوليوم بتاع المكسنج في كل الحالتين هيكون equal الفوليوم بتاع الاولانية بلاس الفوليوم بتاع التانية طيب واحدة واحدة مع بعض انا عندي two cases الكيس الاولانية هو ان الفوليوم ولما عمل مكسنج فال relative density بتاع المكسنج هتطلع بفول طيب احنا عارفين ان في كيس المكسنج المكسنج الماس بتاع المكسنج بيكون equal m1 plus m2 ده الاساسي الماس بتاع المكسنج هو عبارة عن الدنستي بتاع المكسنج وفي الحالة ده هنستخدم ال relative density اوكي لان انا في الاخر هعمل multiply 1000 فمش هتفرق لان هي هتبقى في الاكوشن كلها يبقى ده بتاع المكسنج ملتبلاي الفوليوم بتاع المكسنج هو في الكيس الاولانية كانت two volumes equal يبقى معنى كده ان انا هروح عامل two في الفوليوم equal الماس بتاع الاولانية هيبقى دنستي بتاعت الاولانية relative ملتبلاي الفوليوم بتاعها plus الدنستي بتاعت التانية ملتبلاي الفوليوم بتاعها هنلاحظ ايه هنا ان الفوليوم كلها هتروح باي باي مع بعض وانا احضر اعمل substitute بال relative dynasty اللي هي مدهاني في الكيس الاولانية four يبقى four times two اللي هي هتبقى eight يبقى كده dynasty relative بتاعت السبستانت الاولاني plus dynasty relative بتاعت السبستانت التاني هتبقى equal eight ودي كده اكوشن فيها two unknowns هنركنها لجم لحد ما طلع اكوشن تاني الاكوشن التانية تيجي في حالة اننا لو عندي equal masses فلما بيعمل ميكسن فالفوليوم ما بيضغير يبقى هنا يستحسن ان انا نشتغل بان الفوليوم ميكسن ميكسن في الكيس التانية ميكسن ميكسن انا ممكن استخدم الدينستي بتاعت الميكسن في بقى في الحالة تلازم البي برضو تبقى هي هي نفس الدينستي او سوري تبقى هي برضو الدينستي يبقى الدينستي بتاعت الاولاني ميكسن بلس ميكسن ميكسن في ناس هتيجي تقوللي يا مستر المفروض نحاول الدينستي الريلتف في الريول دوت وهكذا هو صح لو انا عايز احسب الوليوم نفسه بكام انما هنا الدينستي الريلتف عشان تتحول الدينستي عادية فانا بعمل ميكسن ميكسن طب ما هم في الاخر برضو هيروح مع بعض يبقى يفضلي نفس اللي انا عملته فمش هتفرق مدام هي موجودة في الإكوشن كلها المعزز ممكن انها تروح مع بعض والدينيستي الريلاتيب في الكلاس الثانية هي بثري يبقى دية تو اوبر ثري يبقى كده عندي تو اوبر ثري من اول هنا لحد اخر مسألة كل اللي جاي دوت تعتبر mathematical steps بنحل فيها two equations of two unknowns الاكوشن التانية ديت عايزة بس ان هي تتزبط بشكل ازرف شوية فاحنا ممكن نعمل LCM عشان خاطر نعمل نجمع ال two fractions دول الLCM بيتعمل ازاي الLCM ان انا بمسك ال denominators اعملهم multiply لبعض فهيدينا row relative one multiply row relative two وبعدين بنعمل بنضرب ال denominator التاني في النوميراتور الاولاني والعكس اللي هو زي ما كنتوا بتاخدوها cross في ناس بتقولها الضرب في الرجلين والحوال في العينين وتفر الطريقة اللي عنقلة بيها المهم ان نبقى عارفانها يبقى كان ال denis relative بتاعت الاولاني plus denis relative بتاعت التاني فوق وديت هتبقى two over three في ناس اول ما هتشوف المنظر دوت هتقول لي الحق مستر ما هو السم بتاع ال denis دوت هيبقى equal eight ممكن فعلا ان احنا نعمل كده فدوت كده هيبقى equal eight over the dynasty relative بتاعت الاولاني multiply the dynasty relative بتاعت التاني طيب نكمل مسألتنا الاولاني اللي تحت بس هنزبطها هنعمل cross multiplication او هنعدل الاولاني بحيث ان ال unknown ستكون فوق فيبقى the dynasty relative الاولاني multiply التاني هتبقى equal eight times three over two يعني ديت هتبقى equal twelve ودي كده الاولاني بتاعتي التاني يبقى انا عايز احل ال two equations دول ابسط طريقة عشان خاطر ان احنا نحلهم بها ان احنا نروح عاملين substitution ان انا اجي من الاولاني اخليها explicit يعني اخلي row relative two مثلا لوحدها في site هتبقى eight minus row relative one ونعمل substitute في الايكويشن ديت يبقى اللي هيطلع كالتالي ان انا هقول ان انا عندي رو relative one زي ما هي multiply row relative two هشيلها وحط مكانها eight minus row relative one equals twelve هندخل الر او ال row one distributed في الناحيتين فديك كده تبقى equal eight row r one minus row r one square كلام ده كله equal twelve هندخل الر او ال row r one 2 و 6 negative و negative ففعلا الادشان بتاعهم هيطلع ب 8 فكده هنستنتج اني اما رو r1 equal 2 or رو r for relative equal 6 ولو عملنا سوف نستنتج في اي اكوشن سواء اكوشن 2 او اكوشن زي اكوشن 1 فهنلاحظ ان رو 2 هتكون equal هي اما 6 هي اما رو r2 هتبقى equal 2 هي المسألة طويلة بس في فكرة الماثماتيكال steps بتاعتها هي الفيزيكس اللي في الموضوع خلاص هي في الجزء الاولي ان انا ترجمت الاكوشنز بتاعتي هنا او هنا فالانسر بتاعي هو ان انا هيكون 6 و 2 فنمبر 10 في ال problems برضو في اسئلة المعاصر لسنوان فلاسك of volume 60 ميلي ليتر يبقى الفوليوم هيكون equal 60 ميلي ليتر الميلي انا ممكن اشيلها وحط مكانها 10 power negative 3 تحويلة ميلي بتاعت اي حاجة يعبارها 10 power negative 3 و الليتر انا ممكن اشيله وحط مكانه 10 power negative 3 ميتر فكله ممكن ان نحمل نختصره ونقول ان هو 6 times 10 power negative 5 كده انا حولته لميتر كيوب سوري اللي فوق ديت ميتر كيوب حلو جدا تحويلة الليتر برضو لميتر كيوب عشان نفتكارها بنعمل ملتطلاي 10 power negative 3 المهم ان هو بيقول لي لما هو على التمبتشر فاللي حصل ان في 1.47 gram of mercury spilled out of the flask طيب هل انا اقدر احسب الماس اصلا قبل ما يحصل له جزء منه يخرج برا اه بالسهولة جدا الماس في الكيس الاولينية هتبقى equal الدينستي الاولينية multiply the volume الدينستي اللي هي 1-3-5-9-5 multiply the volume اللي هو 6 times 10 power negative 5 ممكن نسابها كده مؤقتا وهي نعوض بيها وممكن ان احنا نحسبها 0.8157 الكلام ده كيلو جرام الماس التاني في الكيس التانية او في الكيس التانية نقص منه 1.47 جرام يبقى انا كده اقدر اقول ان mass 2 mass 1 minus 1.47 جرام اللي هي طبعا لازم احاولها الكلو جرام multiply 10 power negative 3 يبقى تبقى equal لو عوضنا 0.81423 ده كده الماس التاني طبعا ما دام عندي الماس التاني بقى احضر اجيب ال dynasty في الكيس التانية لان ال dynasty في الكيس التانية هتبقى equal m2 over volume اللي هو هو ما تغيرش لان يعتبر volume بتاع الفلاسك هو هو اللي نقص عندي في الكيس ده الماس لان في جزء من الماس خرج برا يبقى 0.81423 over volume 2 هو volume 1 اللي هو 6 times 10 per negative 5 فده كده لما تيجي تتحسب هتطلع 13570 0.5 kg per meter cube طبعا احنا بنفرح جدا لما بنلاقيها طلع شبه الشورث انسر اللي هو يكون كتبه هنا فكده الانسر مضبوط شكرا مضبوط اشتركوا في القناة مضبوط اشتركوا في القناة